الثقافة بمختلف الأوجر اليوم حكينا فن حكينا بانتوغ اليوم أيضا نواصل في البانتوغ نواصل في الفن التشكيلي تعرفوا الفن هذا يحمل رسالة نبيلة ويمكن للوحة أن تؤرخ لي جزء كامل من التاريخ ويكون حاضر وتترح حتى التساؤلات حولوا ونجاوبوا على التساؤلات هذه بشفما تواريخ مضياج تحضر بحضينا سنة الهيشري فنانة تشكيلية تعيش بين بلجيكيا وتونس تنظم معرض تحت إشرافها وتأثيرها بمشاريحة اسمه بين الماذي والحاضر أهلا وسهلا ومرحبا بيك عسلامة سبا خير عيشك عيشك بعن الفن ومع الحوالي حوالي الحمد لله يا ربي فما برشة تفائل في الشباب المتاع الحمد لله ما شاء الله عايشين في الفن وأرقى الفنون وهي معانت تظهر مدارقي الشعوب الفن تاعنا الفنون الجميلة شكرا على الاستضافة وشكرا على دعمكم الفن برك الله وفيك شكرا لك أنت على قاعدة تعمل فيه شكرا على هذا نائي خاصة أن قاعدة ثمن في المجهودات التونسية والشباب التونسي نعفوا لنتي تعيش بين تونس وبلجيكيا الأكثر لكن منسيتش بلادك منسيتش تونس وتعرفي الحصة تاعنا موجهة لمواطنين في الخارج أنت تجينا اليوم في صلب الحصة عيد الاستقلال أنا معانتها جيتني الفكرة وانا والا في شهر أوت دوميل دوميل وانا معانتها في بروكسيل جيتني الفكرة قلت علش ما نخدميش معانتها معانتها جغوب انت أختيس ما حبيتش نخلي صدر لي أنا وحدي ونعمل خدمة هذية لي أنا وحدي ما عرض لسنة يشري وحده دونك حبيت معانتها اللم جغوب انت أختيس تونسا وحبيت نظهر العالم اللي يشوف النساء التونسيات قد داش عندهم إبداع عندهم تميز عندهم رقي وانا نقول دي ما الفنو الجميلة هذية هي اللي تظهر مدار وقيش الشعوب ومعانتها تونس ما هيش معروفة معانتها بالفن انتاحها والنساء معانتها فنانات معانتها إبداع كبير كبير خرجناه دونك عملنا هذية دونك الذكروا اللي المعرض هذية هو معرض رسم نساء فاعلات في تاريخ تونس تونس هيا انتلاق هو هذية في عدة قراءات معرض هذية عدة قراءات معانتها أنا نسميها بمناسبة اليوم العالم للمرأة نسميها بمناسبة يوم الاستقلال نسميها بمناسبة معانتها هو توسكي معانتها يخص لأن المرأة كانت تفاعلات في جميع المراحل ولا صورنا نساء كانت لهنا معانتها أمخانت في تاريخ تونس بصمة بصمة كبيرة 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 من الميدان الفني للميدان ثقافي للميدان العلمي مرورا بالسياسة صورت أنا عليسا معانتا بيخسن المان أنا صورت عليسا بديتها والله في بروكسيل معانتها وديجا طلبوني معانتا ديغيكت من تونس إذاعات وحكيت عليها بين الماضي والحاضر عليسا اللي هي معانتا بذكائها ودهائها معانتها استطاعت بناء دولة كرطاج كرطاج اللي هي معروفة عالميا بجيت بها وحبيت نكمل بروجه هذا مع فنانات تونسي تونسيات اللي كل فنانة اللي كل فنانة معانتها صورت شخصية تونسية من الماضي ومن الحاضر كيما نذكر منها مثال الفن إيمان علولو هي معانتا محامية وفنانة صورت أم السعد يحيا اللي كانت هي مناضلة كبيرة كانت تعيش في بيب سويقة حلت دار انتاحها معانتها خبيت فيها الأسلحة وخبيت فيها حتى الزعيم لحبيب أورقيب مراثقية معانتها تغيب شوية في التاريخ يعني ما يعرفوهيش ما يعرفوهيش الحمدولله كرموها في تونس قبل ما تموت وكتبو لها أنهج باسمها أم السعد معانتها يحيا الحمدولله اللي معانتها تكرمت قبل ما معانتها تمشي في عالم آخر تتوفى الله يرحب ونعمها قبل ما تمشي في عالم ومحليه معانتها إنسان هو في عالم آخر وبينما معانتها إبداعات وإنجازاته هي مناضلة كبيرة وكانت معانتها وكانت هي أولة مؤسسة للاتحاد الوطني للتونسي للنساء التونسيات معانتها هي أول معانتها وحدة أست دونك هذي مناضلة كبيرة إلى جنبها معانتها إسيا غلاب معانتها صورتها الفنانة أونس بن طالب زادت مناضلة كبيرة هذا تصليح ومشيت حاربت مع الرجال إسيا غلاب مناضلة كبيرة ما يعرفوهيش ومعانتها هاش قيمتها ما حكوهيش عليها احنا صورناها احنا معانتها جسمناها صورنا الجمال انتاحة الداخلي اللي هي حب التونس واللي هي معانتها شيء معانتها فغمان واحد وقت يشوفك الصور إذوك ما تقول هذي إسيا إبام ما هيش معانتها جمال ما كانوش معانتها ملفتين بجمالهم ولا بأناقتهم ولا كانوا ملفتين بإبداعهم ومعانتها وحبهم للوطن بهم للوطن كانوا ملفتين بأدوارهم ولا مناظلات ودونك أنا نقول توين سارا هو خدمه يسر وعنا في الحاضر زيدا نحنا جيم نحب نكرموا الحاضرين زيدا صحيح نشيت وشوفنا مونينوردين مونينوردين صورناها ومعانتها وحبناها جي استدعيناها ما كانتش بان كان معانتها في رواق السعدي كختاج أكبر رواق ضغمان فنين كبير موسيو محمد السعدي معانتها شجعنا وعاوننا يسر وصورنا عدة صورنا زيدا عزيزة عثمانة أميرة تونس عزيزة عثمانة أميرة تونس وابنة وابنة الملك عثمان ابنة وزوجة حمود أباشا هي معانتها ساهمت في بناء أوبيتال عزيزة عثمانة التي تكتب معانتها باسمها وصاهمت في العديد من الأعمال الخيرية أعطت فلوسها الكل عزيزة عثمانة لتونس باش معانتها لعاونة في الأعمال الخيرية وما ننسيوش الصاليحة اللي صورتها الدكتورة في القانون موني فنينة كبيرة اللي هي ساهمت باش جامعة التوينسة وقت لكل احتلال ومبعد الاستقلال جامعتهم لحمة واحدة تغنيين ومهم معانتها معانتها في جو فني معانتها متفرهدين جامعة التوينسة دونك كلين معين حاولت باش معانتها تطلع تونس وتتوري لمرأة تونسية مدى رقيها ومدى إبداعها مش معانتها معانتها مظهر هو معانتها اللي يلفت الانتباه لا مظهر على الإبداع والرقي والثقافة العالية هي اللي تجلب انتباه العالم هو أكيد المرأة رمز الجمال لكن الجمال الجسدي وجمال الأناقة بدون الجمال الفكري بدون أن المرأة تكون فاعلة هذا اللي تحتاجه تونس اليوم الفاعلة والمرأة الرسينة معانتها تعرف كاش تتصرف بحكمة وربما نساء أقبل اللي ناضلوا من أجل تونس كانت عندهم الحكمة وكانوا نساء ربما يخطوا بالصحيح وجنب إلى جنب الحق مع الرجل ماهاش فقط شعارات اللي حابيت نشير له اللي أنت في الفريق قمتحك هذية منتاع الرسم أنه اختصاصات متعدمة معانتها هما مش بالأساس فنانين تشكليين هما مالكين لموهبة الفن مؤطرين من طرفك لكن هما من الطب ومن الفن هما مختلفوا هما مختلفوا في المجالات معانتها في الجامعات قارين معانتها قارين منهم الطب منهم القانون منهم بل جمعنا الفن من بعد جمعنا الفن منه معانتها نصور منه منه هذه كستيون تغابي بشويح تخرج ماهل اللي احنا فيه من الفترة هالصعيبة هذي منه ثقافة لأنه انا وقت اللي معانتها ناخذوا سيوجات ولا رسالة والعنوان لماعانتها اي اكسبو تكون فيها ثقافة نحب لازم فاما بوت لازم فاما هدف ما نختارش معانتها نمتغر كومان السيوجين تاع الاكسبو بل نختار ويبدأ فيه حاجة تجلب تجلب الانتيباء وفيها تساؤلات وفيها معانتها اللي تخلي واحد منه يثقف منه يصور وذي كتنمي شخصية الانسان دوك انا نعمل تخوزوناء اللي معانتها نخلي معانتها مش مجرد الوان ولا مجرد خربشات لا انا نخليها معانتها ثقافة ورسالة ورقي وابداع معانتها يلم معانتها الحاجات الجميلة والراقية هذا يزيدا ايضا عنده رسالة اخرى انه نعرف انه الناس في التعليم متاحهم الاكاديمي يتوجه لمهنة معينة ويقعد ميرسكين في المهنة هذيك لدرجة انه تحس غايب انه يأدي رسالة او يوصل اللي هو حاجته به لكن عبر الفن عبر انه يلقى منفذ الى الفن ويخلي دراسته الاكاديمي ربما يكون فاعل اكثر وعنده القدرة اكثر انه يبلغ رسالة ايه بانسور هو معانتها ما هيش متقولش معانتها لازم ما يكون قارية فنون جميلة بش يعمل بانتور ولا بش معانتها يمارس الفنون الجميلة بالعكس معانتها هي حاجة معانتها تنمي تنمي القدورات وتخلي الوقت اللي تعمل انت البانتور تولي عندك شخصية ولي عندك ذوقت ولي عندك من الصغيل الكبير معانتها انا اقول ساتيون معانتها احسن 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 فن واحسن استثمار نجم نقوله اكثر اكثر حاجة كبيرة 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 معانتها بان احنا سباغ به والفن الغني به اما هذي ارقى الفنون وتنمي لكل شي من كل شي ثقافة ساتيون تغبي كما قلت لك كل شي تلم بكل شي معانتها الحمد لله ويا ربي وذي كله من فضل الله الابداع من فضل الله الحمد لله وان شاء الله معانتها تونس تبقى جيمة حرة حرة ومستقلة بينسيها ورجالها ونسي جيمة احنا معانتها الله مكرم النسي عندهم صورة في القرآن صورة النسي دونك المرأة احنين والمرأة الجميلة والمرأة الذواقة والمرأة ديما ان شاء الله تبدأ مثقفة وديما تتنمي القدرات الانتاحة في المجالات الكل شكرا لك سنة تخصح الحضور المزيان هذية ضحية لك على هذه المبادرة الاستثنائية واللي نستنعو منك